بسم الله الرحمن الرحيم الآن هنتحدث بإذن الله عن الوحدة الرابعة لمادة مبادئ الاقتصاد الكلي والوحدة بعنوان توازن الدخل القوم إن شاء الله في البداية هنتكلم عن توازن الدخل القومي في اقتصاد مقوم من قطاعين اللي هو الاقتصاد المغلق وبعد كده بإذن الله هنتحدث عن توازن الدخل القومي في اقتصاد مقوم من أربعة قطاعات نتكلم الآن في الجزء الأول بالنسبة لتوازن الدخل القومي في اقتصاد مغلق بنقول أنه بيتحدد التوازن بشكل عام في الاقتصاد بتساوي العرض الكلي مع الطلب الكلي والعرض الكلي يتمثل في الدخل والناتج بينما يتمثل الطلب الكلي في الانفاق الكلي على الاستهلاك والاستثمار وهنا بنفترض جدلاً أننا عندنا قطاعين اتنين فقط هما القطاع العائلي وقطاع الأعمال أو قطاع المنتجين بنقول يتحدد وضع التوازن على النحو التالي بنقول إذا كان العرض الكلي بيساوي الطلب الكلي يبقى إذن الدخل بيساوي الانفاق على اعتبار أن الدخل هو العرض الكلي والانفاق الكلي هو الطلب الكلي طيب الدخل دوتنا إحنا ممكن نقسمه إلى جزئين زي ما إحنا خدنا قبل كده في الوحدة الثانية الدخل ممكن يتقسم إلى استهلاك والدخار طيب والانفاق الكلي برضو خدنا في الوحدة الثانية من هذا المقرر نلفاقنا كله عبارة عن استهلاك زائد استثمار انفاق على استهلاك وانفاق على استثمار يبقى من ناحية الدخل بيساوي استهلاك زائد الضخار ومن ناحية أخرى الانفاق الكل هما هو إلا الاستهلاك زائد الاستثمار يبقى في النهاية بيكون الاضخار يساوي الاستثمار لو لاحظنا هنا في المعادلة قبل الأخيرة استهلاك زائد الضخار وهنا استهلاك زائد استثمار لابقى أنا لو شلت الاستهلاك ده مع الاستهلاك هنا هيتفضل للدخار يساوي الاستثمار يبقى إذن وضع التوازن للدخل القومي بيحصل عندنا إيه لما يكون الدخل يساوي الانفاق الكلي أو للدخار يساوي الاستثمار وعلى ذلك فإن المستوى التوازني للدخل يتحدد بالطريقتين التاليتين أول حاجة تساوي الدخل مع الانفاق الكلي اللي هو تساوي الدخل مع مجموع الاستهلاك زاد الاستثمار أو تساوي الاستثمار المخاطط مع الادخار المخاطط يعني تساوي الاس مع الاي للدخار مع الاستثمار طبعا الطريقتان وجهان لعملة واحدة فالحصول على التوازن بإحدى هما يضمن الحصول على نفس النتيجة باستخدام الطريقة الأخرى هنستعرض الآن توازن الدخل القومي جبريا ثم نستعرضه حسابيا ثم نستعرضه بيانيا عشان نستعرض دلوقتي توازن الدخل القومي جبريا بصوا معايا كده على المعادلة البسيطة اللي ظهرت لنا عن شاشة اللي هي ال-Y بيساوي مجموع الاستهلاك زائد الاستثمار و ال-S بيساوي الاي وعليه فإن مستوى التوازن للدخل القومي يتحقق كامية هنقول بما أن ال-Y بيساوي مجموع C زائد الاي وهنسمي دي المعادلة رقم واحد ال-Y بيساوي C زائد الاي ونقول دي المعادلة رقم واحد هشوف C بتساوي A خلاص وهشوف الاي بتساوي A هنقول إن C بتساوي A بتساوي الاي زائد البتا في ال-Y ونقول الاي اللي هي بتساوي الاي 0 هعوض بقيمة دلة الاستهلاك ثم عوض بقيمة الاستثمار اللي هو بيساوي الاي 0 في هذه الدلة هنحصل على وضع التوازن للدخل القومي نشوف الكلام اللي احنا قلناه نظري دوت هيحصل إزاي هبصوا معايا دلوقتي بنقول ولكن الاستهلاك يساوي الاي زائد البتا في ال-Y زائد ال-PY ونسمي دي المعادلة رقم اثنين بينما الاستثمار يساوي الاي 0 ونسمي المعادلة دي رقم ثلاثة يبقى أنها عوض دلوقتي بالمعادلة رقم اثنين والمعادلة رقم ثلاثة في المعادلة رقم واحد على النحو التالي دلوقتي اللي أنا عوضت بي السي وال-I اللي هي عندنا دلوقتي في المعادلة رقم اثنين ونعمدنا الرقم ثلاثة في المعادلة رقم واحد هحصل على المعادلة اللي ظهرتنا على شاشة دلوقتي اللي هي ال-Y بيساوي الاي زائد البتا زائد ال-B في ال-Y زائد الاي 0 منها بحصل على المعادلة اللي بعد كده اللي هي ال-Y ناقص ال-B في ال-Y بيساوي الاي زائد الاي 0 حيث أننا دلوقتي أخذ ال-B في ال-Y ووديها في الطرف الشمالي إذا يعني أني أجمع ال Y في طرف لحاله يبقى ال Y ناقص ال B في ال Y بساوي A زائد ال I 0 الكلام ده كل بيؤدي فيه النهاية إلى طبعا ال Y أفتح قوص 1 ناقص ب على اعتبار أني أخذت دلوقتي ال Y عامل مشترك لما أخذ ال Y عامل مشترك هيتفضل ل A 1 و لما أخذ هنا ال Y هيتفضل له هنا إيه ال B يبقى إذن دلوقتي لم أخذ ال Y عامل مشترك من المعدلة السابقة هذه مباشرة بحصل على إن الواي ضرب القوس 1-B الكلام ده كله بيسوي الأي زائد الـ I-0 طب أنا دلوقتي لو قسمت المعدلة الأخيرة على الـ 1-B يبقى أنا هحصل على توازن الدخل القومي اللي هو بيسوي في النهاية الأي زائد الـ I-0 على 1-B يبقى أنا لو قسمت المعدلة هذه هذه هي المعدلة اللي تحتها المؤشر هذا من المؤشر الأحمر الليزر بإيه اللي بيحصل؟ لأنا أسامت دلوقتي الهد هنا على 1-B يبقى الـ Y بس لاب لما أسمي الـ A زائد الـ I-0 على الـ 1-B يبقى أحصل على هذا المقدار يبقى إذن وضع التوازن للدخل القومي جبريا بيسوي الـ Y بنقول بالـ Y بيسوي الـ A زائد الـ I-0 على 1-B حيث أن الـ B هو الملحد الاستهلاك والـ A هو الاستهلاك الذاتي والـ I-0 ده رقم الاستثمار السابت أو المستقل كلام سهل وبسيط ممكن يعيده بشكل سريع تاني بنقول دلوقتي اتحدد وضع التوازن للدخل القومي جبريا جبريا ببساطة شديدة بنقول باتباع خطوات محدد الخطوة الاولى بنقول ان الدخل بيساوي مجموع الاستهلاك زائد الـ I-Smart وسمي دي المعدلة رقم واحد واقول ان الاستهلاك بيساوي الـ A زائد الـ B في الـ Y واقول دي المعدلة رقم اثنين واقول ان الاستثمار بتاعنا بيساوي الـ I-0 واعود عن قيمة المعدلة رقم اثنين والمعدلة رقم ثلاثة في المعدلة رقم واحد وبالتالي بحصل على ال-Y بيساوي ال-A زايد ال-B في ال-Y زايد ال-I0 وبجمع بعد كده ال-Y الواحدة في طرف يبقى ال-Y ناقص ال-B في ال-Y بيساوي ال-A زايد ال-I0 وبعدين باخد ال-Y عامل مشترك هيتفضل هنا ال-1 وبعدين يتفضل هنا ال-B هي اتفاقبة إذن المعادلة اللي أنا حصلت عليها هي ال-Y في تحقص 1-B بيساوي ال-A زايد ال-I0 هاسم الطرفين دول على 1-B هحصل على قيمة المعادلة الأخيرة اللي هي مستوى الدخل التوازوني جابري دلوقتي هناخد مثال رقم واحد بنقول إذا كانت دلة الاستهلاك C بتساوي 200 زايد 18Y ولسا سمار I0 بيساوي 120 فإنه يمكن تحديد مستوى الدخل التوازوني جابريا على النحو التالي بنقول هنعبض في المعادلة اللي احنا لسا حصلنا عليها في الشريحة السابقة بنقول إن ال-Y بتساوي ايه؟ بتساوي ال-A طب ال-A عندنا هنا في الدلة ايه؟ 200 زايد ال-I0 بكام ال-I0 عندنا هو قال لنا ال-I0 120 يبقى 200 زايد 120 على واحد ناقص الملحة للإستهلاك طب فين الملحة للإستهلاك في الدلة؟ الملحة للإستهلاك في الدلة اللي هو 6 من 10 يبقى 1 ناقص B يعني 1 ناقص 6 من 10 الكلام ده كله بيساوي بيساوي لما جاء أجمع بقى 200 زايد 120 320 على 1 ناقص 6 من 10 يعني 4 من 10 الكلام ده كله بالإلقاء حسبة هيحصل على 800 طيب هل من الممكن أن أحصل على توازن الدخل القومي حسابياً؟ يعني حسابياً يعني من خلال جدول قال لك يمكن حصول على توازن الدخل القومي حسابياً باستخدام بيانات الاستهلاك والاضخار ووضعها في جدول واحد وتحقق التوازن كما قلنا من قبل وفقاً للقاعدة العامة عند تساوي الدخل مع مجموع الإنفاق أو تساوي للاضخار مع الاستصمار هنأخذ مثال دلوقتي مثال اثنين بنقول بالاستعانة بالبيانات المتاحة في دالة الاستهلاك بالمثال السابق أجب عن الآتي واحد أكمل بيانات الجدول التالي اثنين تحديد المستوى التوازني للدخل القومي حسابياً من خلال الجدول عندنا دلوقتي الجدول اللي ظاهر أمامنا دلوقتي هو ما أعطناش فيه غير العمود بتاع الدخل اللي هو 0, 100, 200, 300, 400 قيم مختلفة للدخل وبعدين مطلوب مننا أن نكمل العمود بتاع السي وعمود الاس وعمود الاي وعمود الانفاق يبقى مطلوب مننا أن أكمل كل أعمدة الجدول طيب هذا هو المطلوب الأول طيب وإيه المطلوب الثاني المطلوب الثاني أننا كنا عايزين نكتب دالة نحدد المستوى التوازني للدخل القومي حسابياً من خلال الجدول كلام سهل وكلام بسيط نبص مع بعض هنعمل إزاي يتم حساب الاستهلاك على النحو التالي العمود الأول اللي هو بعد الدخل اللي هو السي العمود الأول هذا سنحاول نجيب قيمته دلوقتي سنجيب قيمته إزاي من خلال الكلام التالي بنقول يتم حساب الاستهلاك على النحو خلال بنقول بما أن النسي بما أن convention هو المعطيات بتاعينا بما أن السي بيسوي متين زائد 6 من 10 Y يبقى إذن هشيل دلوقتي ال Y وحط قيمة الأولى من القيم الموتاحة لدينا عندنا في الجدول فهشيلها وحط مرة أهو بصوا كده معي تاني هشيل ال Y وحط مكانها مرة صفر وبعدين هشيل ال Y وحط مكانها مرة مية ثم هشيل ال Y وحط ميتين ثم أعوض بسلسة مية ثم أعوض بأربعمية ثم خمسمية ثم ستمية ثم سبعمية ثم سمانمية ثم تسعمية يعني عشان يبقى فاهمين إحنا هنشتغل إزاي يبقى تاني الوقتي دي الدل اللي عندنا هي دي معطى دي معطى هشيل ال Y وحط كل قيمة من القيم اللي أنا لسه متحدث عنها فالقيمة الأولى اللي أنا هحطها اللي هي عندي في الجدول اللي هي صفر يبقى C واحد بيساو 200 هي المتين 6 من 10 6 من 10 ال Y شيلتها وحطت بدلها القيمة الأولى اللي هي صفر يبقى 200 زائد 6 من 10 في صفر بيساوه 200 اللي بعدها برضو 200 زائد 6 من 10 في 100 يساوه 260 بعدها 200 زائد 6 من 10 في 200 يساوه 320 بعدها 200 زائد 6 من 10 في 300 380 وهكذا بقيت قيم عمود الاستهلاك طيب إذا كان هذا هو الاستهلاك كيف يتم الإدخار طبعا الإدخار بيجي بمعضلة بسيطة غارس للغاية اتكلمنا عنها مرارا وتكرارنا في الوحدات السابقة وقلنا بما أن الدخل بيساوي الاستهلاك زائد الإدخار زائد الدخل بيساوي الاستهلاك زائد للدخل يبقى إذن الدخل بيساوي الدخل ناقص الاستهلاك طيب يبقى باستخدام هذه المعادلة دي معادلة بسيطة جدا أحصل على عمود للدخل طيب الانفاق الكل اللي هو العمود الأخير في الجدول بيجي إزاي لو جمعت الاستهلاك زائد الاستصمار هحصل على الانفاق الكل يبقى الانفاق الكل ما هو الاستهلاك زائد استصمار طيب بعد ما عرفت كل هذه الخطوات ازاي احصل على ازاي يعني او مش ازاي بقى احنا عرفنا ازاي ولكن تعالوا يلا نكامل مع بعض الجدول بعد ما عرفنا كافة المعلومات السابق بالنسبة للاستهلاك اهوت انا جبت القيم بتاعته كاملة زي ما شفنا من دقائق قليلة المتين ثم مبتين وستين ثم السلسة وعشرين ثم بقية القيم لحد ما وصل لسبعمية واربعين طيب الاضخار بيجي ازاي انا لسه حاكي من شوية ان الاضخار بيساوي المتين بيساوي الدخل ناصل استهلاك دخل ناصل استهلاك يبقى صفر ناصل ميتين يبقى بيساوي سالب ميتين طيب بعد كده مية ناصل ميتين وستين يبقى سالب مية وستين بعد كده ميتين ناصل ثلاثمية وعشرين يعني سالب مية وعشرين ثلاثمية ناصل ثلاثمية وثمانين يبقى سالب تمانين اربعمية ناصل اربعمية واربعين يبقى سالب اربعين خمسمين ناصل خمسمية يبقى صفر يبقى الصفر دي خلي بالنا من الحتة دي بالزات إن الدخل هنا 500 والاستهلاك هنا 500 يبقى دي اسمها إي يا شباب يبقى دي نقطة التعادل دي نقطة التعادل عشان يبقى فيه فرق بين نقطة التعادل ونقطة التوازل يبقى نقطة التعادل هي نقطة التي يتساوى عندها الدخل مع الاستهلاك طيب وعندها برضو وعند نقطة التعادل لابد أن يتحقق قيمة الدخار إيه لابد أن تكون قيمة الدخار إيه صفر زي ما احنا ما شايفين يبقى عند نقطة التعادل يتساوي الدخل مع الاستهلاك وعندها للدخار يساوي إيه صفرا نكمل بقية قيم بتاعتنا نقول خمسمية وستين يبقى باربعين وهكذا بقية القيم بتاعتي طيب عن احنا لسه مش عايزين نقول وضع التوازن فين لان احنا لسه مخلصناش بقية القيم الموتاح او يعني الحسابات بتاعتنا في الجدول عايزين نجيب دلوقتي الاستثمار الرقم ده الاي بي ساوي إيه هتقول لي والله بما ان الاستثمار السابت عندنا الاستثمار بتاعنا الاي هو اي زيرو يعني اي زيرو يعني قيم سابتة وقيم مستقلة تماما وقال لنا الاي زيرو في المثال بيساوي مية وعشرين يبقى كل العمود بتاعنا بيساوي مية وعشرين طيب فاضل لي ايه دلوقتي فاضل لي العمود الاخير اللي هو الانفاق الكل ازاي يحسب الانفاق الكل والله حاجة بسيطة خاص اجمعني دلوقتي زي ما انا لسه حاكي قلت لك هتجمع السي مع الاي هتحصل على الانفاق الكل يعني عايز تقول إن العمود الأحمر مع العمود الأخضر يساوي العمود الأخير طيب 200 زائد 120 يبقى لازم دي تبقى 320 أهيه طيب بعد كده 260 زائد 120 هتساوي كم هتساوي 380 320 زائد 120 هتساوي 440 380 زائد 120 هتساوي 500 440 زائد 120 ديت هتساوي 560 وبالتالي وأوة يعني بقية القيم على نفس المنوان طيب فين وضع التوازن نقول وثين 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 وث هنا S هو 120 والاستثمار هنا ك120 يبقى فعلا تساوي للدخار مع الاستثمار لما كان الدخل 800 ويتحقق ويبقى إذن الطريقتين بتاع توازن الدخل القومي اللي هي تساوي الدخل مع مجموع الانفاق هي نفس النتيجة بتدينا اللي هي عند تساوي للدخار مع الاستثمار يبقى أنا بحصل على توازن الدخل القومي بالطريقتين والطريقتين وجهان لعملة واحدة كما أقول